سلام عليكم زيكا ولاد اخباركو ايه? هنكمل مع بعض اولاد احنا كنا محاضرة يفاتي تقولنا ان كان كنا بنتكلم على زي ضربة حاجات بحرف البي. وبقى بيدولوا ما كانوا والبالسيشن وفي عندنا والهارت ساوند والبالباب والتريل. كنا احنا جينا بقى على ده قلتلك ان انا عندي وانا باجزامن في باجزامن سبعة بلسيشن. اللي هما زائد ستة ازر بلسيشن. خلاص? المحاضرة اللي فاتت انا اتكلمت على بالتفصيل. المرة دي بقى عايز اتكلم على ايه? على على دول ستة. ايه هما الستة ازر بلسيشن? فوق السترنم خالص فوق كده في الحتة دي كده اسموه صوبرا صوبرا بلسيشن. وتحت السترنم تحت خالص ده اللي هو اللي بنسميه تحت زفوت بروسس بيسموه او في عندنا في المنطقة دي اللي هو الجهة التانية في الجهة دي بقى وفي عندنا وخب بالك دي دي ليا وقلت لك ازاي اجبها احددها ازاي ان انا عندي الحتة دي الحتة دي اسمها لو كملت مع في النحة اللي مين ده الرايد ساكن ريب. كملت في النحية يبقى فانا عندي ده. الرايط ساكند سبيس. ده يا. وفي. الرايط ساكند سبيس ده الب institute. يبقى خبالك بايب انا بقولك انا عندي ستة. في الحتة دي كده اسمها سوبرا سوبرا استينال بالسيشن. يمشوا مع السينم لحد ما تخلصوا لتحت يبقى تحت على تول اسمو صاب او ايباounces بالسيشن. ايبا استينال بالسيشن رايت براستينال بالسيشن. هاتل الانجل افليوس. يبقى في الحتة دي. الرايت ساكند. الرايت ساكند ده اللي هو. وتعالى الجهة التانية هاتلي برضو. يبقى 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 تحت في ده اللي هو اللي هو اللي هو تتعلم كده. يبقى انا في بعلق دايما على سبع حاجات اي بيكس زيادة ستة ازر بلسيش. فبالك بقى انا عايز بقى واحد واحد بنقول تعلم دول اعرف ازاي ان انا عملهم بتاعهم بيشمل برضو زي ما قلت في الاي بيكس كده. ان هو وعايز اعرف لو لقيت في اي منطقة من دول ايه سببها. تمام? طب تعالى بقى واحدة واحدة. اول حاجة عايز اك تبقى عارف حاجة ان ده كتب لي بالعربي كده يفضل تعلق عليها والعيان قاعد. يعني يفضل والبيشنت قاعد مش هو ونايه. تمام كده? يفضل. يعني ممكن عايز تعمل ونايه. بس انا بقول لك هو يفضل والعيان ايه قاعد. والعيان قاعد تبصلي على المنطقة دي. وتشوف فيه سبراستنالبالسيشن ولا ما فيه سبراستنالبالسيش? طب unpleasant لكزا طريقة. في ناس تحط الثم في كده бطرية اللي انا حاطها كده بثم او بالتلت صوابع برضو في المنطقة دي. وتخلق عنا واقف نفسه تشوف وتحس هل في سوبرستنالبالسيشن ولا ما فيه سبراستنالبالسش。 دايما او انا بيجزامن اي بالسيش انا وانا اتبعيني او انا بحطت ايه دي? الافضل تخيل عن يوقف نفسه عشان تاخد بالك قوي كويس. يعني شوف ده المنزر. الصوبراستينل بلسيش. اهو. تخيل عن يوقف نفسه. والعين قاعد وتبص على المنطقة دي. تشوف فيه صوبراستينل ولا ما فيه صوبراستينل. طبعا هنا واضح قوي ان فيه فيزبول فيزبول صوبراستينل بلسيش. طب لو انا عايز زي ما انا قلت. والعين قاعد ايه ما تحط بالطرقة دي كده. او بتحط ايه التلات صابع في ناس تحط صابعين ما فيش اي مشكلة خالص وتبتدي خلعا نوقف نفسه. عشان ما ما تتلخبطش بس مع النفس وتبتدي تشوف فيه بلسيشن ولا ما فيش بلسيشن. طب ايه الاسباب اللي ممكن تعمل اولاد صوبراستينل بلسيشن? وزي ما انا كاتب لك كده ان غالبا هتلاقي صوبراستينل بلسيشن ده يعني معظم العينين ممكن تلاقي فيهم صوبراستينل بلسيشن لانها اسباب كتير قوي. اول حاجة بتدي بالنورمال. يعني هل ممكن بعض الناس يا دكتور نورمال يبقى عندهم المنظر دا يبقى عندهم صوبراستينل بلسيشن قال لك اه. لو واحد اه اسير وعنده شورت نيك. طب ليه بقى انا عايز اقول لك اصلا هو هيبقى مصدر ايه يعني الصوبراستينل بلسيشن اللي حسو في المنطقة دي مصدره ايه يا دكتور? دايما هيبقى مصدره القارش بتاع الاورتة. تعرفين انت مع الاورتة قلتلك فيه السندج وفيه ارش وفيه السندج والقارش بتاع الاورتة تاني تطلع منه تلات برانشات. بريت يوسفاليك ليفت كومون كاروتد والليفت ايه? والليفت سابكليفيا. فدايما المصدر هيبقى القرش بتاع الاورتة. فلو واحد عنده شورت نيك وهو قصير اصلا يعني ادخل واحد قصير وعنده شورت نيك. هيبقى اه القرش بتاع الاورتة قريب او من هنا. يعني مسلا بدل معامل كده يبقى فوق شوية كده. خاتبهم هو قصير والنيك بتاعته قصير. فيتلاقي ان القرش قريب من الايه? من الصورة ستنة الالية. فطبعا مع السستول طبيعي جدا الاورتة عادي بيتمدد بيحصل له اكسبانشا مع السستول بسبب الكارديك اواتبوت فهلاقي بالصيشان في المنطقة دي. تمام كده? يبقى اول حاجة ان ممكن يبقى نورمال اصلا في الجامعة الايه? القصيرين اللي عندهم شورت نيك. طب موجود برضو نورمال في واحد طوله عادي. بس بشرط يبقى القرش بتاع الاورتة هاي. طالع لفوق شوية. طالع لفوق شوية. يبقى الهاي ارش افضاء اورتة. في بقى شوات ابنورمالكز ان هو ممكن يبقى واحد الاورتة هنا كده. بس عنده اورتك انيوريزم. واخد بالك فانا شايف البلصيشة بتاع الانيوريزم هنا في المنطقة دي. وموجود برضو في الهايبر هايبر ديناميك سيركوليشن. نزع ما قلت لك قبل كده ان هايبر ديناميك سيركوليشن ان السيستول اعلى بالضايستول باكتر من ستين مليمتر مركري. كتبالك. تمام? او ان الارتري بيبقى كن لابست في الضايستول ويفتح او في السيستول. فبساب المالية الزيادة او في السيستول دي برضو بشوف البلصيشة بتاع القرش وفاورتة في المنطقة تاعت السوبراستيرنل. يبقى البعيد تاني يبقى السوبراستيرنل البلصيشة. يفضل والعيان قاعد. باي انيسبيكشن. توخي العنواء في نفسه وتبص على المنطقة دي. بايبل بيشة ببعض العام واقف نفسه. يقام بالفنب يقام بالصبعين او بالتلات صابع فش اي مشكلة خالص. وتشوف فيه سوبراستيرنل ايه بقى الاسباب بتاعته نورمل زي ما قلت لك في الجماعة الشورت اللي عندهم شورت نك اده واحد. رقم اتنين القرش بتاع الاورتة يبقى هاي. هاي قرش او 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 فين في القرش بتاع الاورتة برضو. او في القرش بتاع الاورتة. واخبالك او وعلى فكرة هنشوفها دايما دي. لو جاب لك كيس في الامتحان يعني في حالات الاورتك اوورتك ريجرش. طبعا الاورتك ريجرش كان احد من الاسباب في الكارديولوجي اللي بتعمل هايبر هايبر ديناميك سيركيوليش. يوا ده رقق واحد الصوبرا استينال بلسيش. طب تانية حاجة بقى بلسيشن في المنطقة دي. البلسيشن دي في المنطقة دي اللي احنا قلنا عليه اسمه ايه? بالسيشن او ايبيجاستريك ايبيجاستريك بلسيشن. تمام كده? اجيبه ازاي? خبالك بقى ايبيجاستريك بلسيشن ده. لازم انزل تانجينشلي. لازم انزل تانجينشلي على مستوى العيان. يعني خد بالك بقى دوس عشان انا مسل لك يعني. العين لو ده راسه. لو ده راس العيان اهو. وده الشيست بتاعه والمنطقة دي لها الصبزي فودي. وانا لازم اعمل ايه? لازم انزل بص كده. انزل تانجينشلي وانزل كده. بص المنزر اهو. وابتدا بص تانجينشلي بالمنزر ده كده على المنطقة اللي هنا دي. خدت بالك عنه. واختيبه عين ايه ام اهو? والمنطقة دي بطنة وانا اقوم نزل تانجينشلي وباصص تانجينشلي في المنطقة دي. وبص تانجينشلي على المنطقة ليتحت مين? اللي تحت الزيفويد بروسس. وصلت. ده ازاي ان احنا نعمل ايه؟ بلبيشا ليه هتخد بالك يبقى لازم انزل ايه وبص على المنطقة دي طب حلو ايه الاسباب يا دكتور خد بالك بقى ايه الاسباب اللي ممكن تخلي فيه هنا بلسيش اللي يخلي اسباب اه او اللي يخلي هنا فيه بلسيش رقم واحد ممكن تبقى نورمال اصلا من ما اخد بالك ما هو نازل كده احنا قلنا فوق هنا ايه مش ده الاورتة صح قلنا ده اورتة ارش وده تبقى نازل ازاي ما هو كده نازل كده اهو فانا ممكن يلاقي بلسيشن هنا في المنطقة دي البرسيشن اللي في المنطقة دي سببه ايه سببه مع السستول وده على الفكرة موجود دمال في الجامعة رفاعية لو واحد رفيع ونام قدامك كنت نزلت تنجينش اللي كده قلت وقف نفسك هتلاقي بلسيشن زي ما انت شايف في الحالة دي كده بلسيشن جاي منين جاي من ال او ممكن يبقى اول حاجة جاي منين من الاورت او ممكن يبقى جاي من فوق جاي من ناحية القلب من الشمال من ناحية الشمال من فوق وده نتيجة ايه لو فيه او ممكن يبقى جاي من هنا جاي منين من الليفر لو كان الليفر بلسيشن يبقى اللي يعمل حاجة نورمال ايه النورمال دي سننج اورتة واخبالك اده رقم واحد يبقى او ممكن جاي من هنا طبعا دي حاجة اب نورمال او ممكن جاي من ناحية اللي من من تحت لو جاي منين جاي من الليفر بلسيشن جليفر وصلت يبقى اسباب تلات حاجات. يا اما جاي من الاورطة يا اما نتيجة يا اما جاي من هنا هباتك هباتك بلسيشن. طب عشان اعرف يا دكتور هو جاي من اين باي بلبيشت بقى. يبقى انا هنزل وبص اشوف ايه بلسيشن ولا ما فيش بلسيشن. انا بقول ايه ايه او مقدرش اقول اكتر بين كده. لكن عشان اعرف البلسيشن ده مصدره الاورطة ولا مصدره ولا مصدره جاي من الليفر لأ لازم. طب انا بعمل ايه? بقوم جايب ايه دي كده? حطتها تحت ايه بروسيسه. شوف ايه دي بالمنظر ده كده? حطتها تحت مين يعني بص لو ده كده انا منحط ايه دي بالمنظر ده كده. اه اشوف كده بالمنظر ده. وضاغط لجوا شوية. يعني بص كده. بس طبعا ايدي يا جباة بقى دوله على العيان بالمنظر ده كده. واقم ضاغط ضغط لجوه شوية وبخير يعني وقف نفسه. وابتدي اشوف او احس ابتدي احس البلسيشن ده جاي من ايه. عندي تلات احتمالات يا ولاد. خبالك بص راس العيانة هي. عشان باس تبقى انت بتخيل معي والكامدة هنعمل ان شاء الله على بيش انت بإذن الله. راس العيانة هو. وانا ايدي بالمنزر ده كده. تحت الزفوت بروسيس وضغطة كده بالمنزر ده. ابتدي بقى حس البلسيشن جاي منين. عندي تلات احتمالات. يا اما جاي كده من تحت ايدك على طول. يعني بص بيخبط من تحت ايدك على طول. لو جاي بيخبط من تحت ايدك على طول كده. يبقى ده اكيد بصدره الاورت. بقى بيخبط كده. واللي تحت ايدي ده اصلا من ده انا قلت لك اللي نازل تحت ايدي ده ده. يبقى يا اما جاي كده الحس البلسيشن بالمنزر ده. جاي بيخبط في بطن صابعك من هنا كده. يبقى ده جاي من اين جاي من يئolan? يهمك لها ايه جاي? خطوا بالك دراسي العيان. ويبقى من فوق من على الشمال من الحتة دي كده. ي ache aper يخبط كده اشوفر من ال منظر ده كده. لو بيخبط كده بقى جاي من فوق من على الشمال لبقى جاي اكيد من القلب يبقى ده نتيجة يا اما جاي بقى من عليه من العيان كده؟ جاي من تحت من علمرين. وبيخبط من الجهة دي. لو بيخبط من الجاه دي بقى جاي من نين؟ جاي من الوفر. عاشون بس تتخيل مع أي دراسي جاي جاي بيخبط منتحت ايده على طول بالمنزر ده كده اهو لو جاي كده يبقى ده جاي من دهيه من الدشامجورت يا ايما جاي من فوق من على الشمال احسه جاي من فوق من عشبيخبط في تلاطيف سبعك من فوق من على الشمال كده يبقى ده جاي نتيجه نتيجة يقضر ابل何 ено مجيه من تحت كده وبيخبط في الناحية التانية بتاية ايدك كده من الجهة دي يبقى جاي من fats وعشان تتأكد هو جاي من fals or بلسيت ان هو لها لازم عمل التكنيخ عالليفر? يعني ايه بدي ده ما كان ليخر هو? ايد هنا اهي و ايد هنا. شوف بالماضيع يعني ايد من فوق وايد من تحت من الجات تانية وبتدى اضعه. يعني مثلا لو العالنا ihremهم هو. ايد الشمال دي من تحت جنبه.. هنا. ايد الشمال كده. وايد الليمين من فوق. وبتدأ اجبس ليخرى الى دي. اهو دي دغطة لفوق ودي طي갔ه ليخرى باهية كده. وخلي عنو يوقف نفسه هوا. شوف لي linerbox pole setting. حسيت ان يبقى ده خلاص يبقى الاكيد كنت تحسه في جاي من الليفر لو كان نان يبقى لا يبقى ممكن يبقى جاي منين من الاورطة يبقى انا بعيد تاني انا بقول بس انا بقول بس انزل تنجينشالي العاني وقف نفسه وابص على المنطقة دي خلت بالك اشوف فيها ولا ايه ولا ما فيش فيها بلسيش لو انا عايز اعرف في البلسان جاي منين يبقى انا ايدي بالمنزل ده كده اهو واخبالك ايدي محطوطة كده تحت تمام وابتدي تحس البلسان جاي منين لو جاي من تحت ايهك على طول بيخبط كده يبقى ده جاي اكيد منين جاي من دي سين جاء ورطة لكن لو جاي من فوق يعني انا صوابع محطوطة كده بالمنزر ده وانا حاس البلسان جاي من حتة دي كده يبقى ده سبب ورائد فنتو يكدر يجبقى الهو رشبط لكن لو جاي من تحت هنا كده من علمين يبقى ده سبب واكيد ايه? هباتك بلسيشة. وعشان تتأكد ان لهماتك اعمل باي مانوال تكنيك قلنا باي مانوال تكنيك ازاي ايدي الشمال من تحت في تحت جنب العيان من المنطقة دي واداك اللي من فوقه بتضم الليفر بقى الليفر من ايدك لو قيت حسيت فيه بلسيشن بقى دا اكيد ايه اكيد بلسيتين جليفر فهمنا حاجة؟ يبقى دا الايبي جاستريك بلسيشن بقى دا اول اتنين اوه سوبرا سترنل وايبي جاستريك بلسيشن طب صلوا بينا عنها ايه اللي يخلي الليفر بلسيتي؟ معلش ايه مايا اركز معايا في الحالة دي ايه اللي يخلي الليفر بلسيتي؟ ده سؤال ممكن تتسأل وده على فقرا سؤال ابدومن ابدومنكсон وأسؤال Gerade examination ايه اللي يخلي الليفر بلسيتي انجيب بص يا سيدي الصورة اللي انا عمل هلك دي ده صورة ايه؟ ده البورتال المفروض انا عندي ايه بقى أخد بالك؟ البورتال فين هاه جاي من اتحال اتنين فين سبلينك فين وسوبيروميزنتريك فين سوبيروميزنتريك فين ده جايب الدم من الانتستن والسبلينك فين ده جايب الدم من الاسبلين فانا عندي بص مع سبيروميزنتريك فين يدينا حاجة هنا مهمة اسمها البورتال فين يديك البورتال فين البورتال فين يدخل على الليفر بقى شوف بقى سكة البلد في الليفر عاملة ازاي ان البورتال فين هيددينا الحاجة هنا اسمها البورتال فين يبقى سوبيروميزنتريك مع اسبلينك فيين يدين حد اسمه بورتال فيين بعد كده بورتال فيين ولا تزiene بورتال فيين بورتال فيين خشوا بالك الحيطة دي ده اسمه كده بورتال فيين او بيسمه البورتال ترايات خدت كامده قبل كده في الهيست والفين الجيف اكيد 100% ب shortcut arms بورتال فيين اخو بالك لا زرق ده هباتيك ارتري لاخضر ده buywood فانا عندي هنا ايه الدب بعد كده بعد البورتال فيين يروح البورتال فيين ولا تزيليшь هذه شرعة من النشار easier. فعمل مفقوم بانك يا معلوم sharply. وظفي نصف الليف Remember we εί Dinner? وثانية النقطة ان يكون بى نقطة في نصف الليفر يكون وضعany traficใ19 جدية هى نصفا في الالتر وهى الثانية نظر الматics german nerf وبهنا هل ي pub ver التجامع مع بعض ايدي يبقى فابقى ثانى يبقى سبلينك سوبروميزانترك بورتالفين بعد كده السنترالفين دا يطلع مين دا الوالي هو منه المجال هباتيك فين اي في سي يروح للرايد دا حلو الكلام ماشى امتى يبقى خبالك بقى لو الدم بتاعنا ركن هنا خبالك لو الدم ركن في السنترالفين والسينوسويد لو الدم ركن في الحتة دي خب بالك بس. لو الدم ركن في الحافرة والسينسويق جوا الليفر حتراقه و لم يتم سيدي. LUBI HRB بك برسيتم بالذيب. لديه دم ركن في هو. حلو الكرام. ماشي! طيب ايه اللي يعمل دا خد بالك بقل. ايه اللي يعمل دا؟ اهم سبب طبعا لو انا عندي مشكلة في الاجراءน في الزهارت. وداو له هتكلم فيه دلوقتي. لو انا عندي مشكلة في الاight سائدف زهارت. مشكلة في gather�시ج Pearýане. خب بالك ثلاثتcan if not we get من السواقل. ري جيرش. دول اهم منوطة عندي بقى. واخد بالك انت لو مشات اصلا على الرسمة دي الرسمة اللي انا سمها لك دي وانت عارف سكر الدم عاملة زي هتقول لها دكتور امتى الدم يركن هنا? يعني الدم يركن هنا امتى? لو انا عندي مثلا مقفولة. ده مرض اسمه هناخده ان شاء الله بعد كده في الهيباتولوج اسمه يعني ده انا بعمل طب لو انا قفلت ده بقى الدم يركن هنا? صح كده ولا? يبقى نقفل هنا? اده رقم واحد. يبقى هنا مقفل ده اللرج هباتيك في. يبقى هنا مقفل هنا رقم 1 يبقى لكن مقفل اللرج هباتيك في. ولو قفلت اللرج هيباتيك في. ده حاجة اسمه باطكاياري سندروم باطكاياري سندروم. او رقم 3 اقفل هنا يبقى او رقم اربعة ان انا اعمل عامل عامل وكان اللي ممكنRA عامل يركن واما اكانت ستنوزوس يعني بتفاκير جيرش. والاحب pleasures واناخد الكالدة بالتفاصيل contrachias. الاني يهمني وديما السؤال Hipが اللي بتسأل بقى ماليش دعا بقى طعم بدا بالفينو اكلوزيف ولا البط كاري ولا الحاجات ده كله ناخده في الابدول بس انا يهمني بقى ازاي افرق لو انا عندي هباتك بالسيشن هو ده سؤال ده مهم وسؤال تأفيل لجنة مش كلكم تقوى عارفين والاسف يا ده سؤال تأفيل لجنة انا دخل دلوقتي يا دكتور لحالة هباتك بالسيشن والدكتور بسألني هو انا عايز افرق هو السبب بتاعه افرق ازاي صلوا بينا عندي ركز بقى معايا كده وخبالك ده رسمة مختصرة اللي انا عمله تمام الرسمة دي لو انا نبتيني معاك الاول لو كان السبب ترايكاسبيد ريجيرش هو ايه اللي بيحصل في الترايكاسبيد ريجيرش هو الطبيعي في السيستول خبالك بس في الطبيعي في السيستول الترايكاسبيد فالفي مقى مقفول ومراية فينتريك اللي يكون تركت الدم اللي فيه يطلع فين في البلمونرا ارتري عشان يروح اللنج ده المفروض يعني الدم في السيستول الدم ليه سكة واحدة من الرايكاسبيد فالفي مقفول كويس كلمة ترايكاسبيد ريجيرش يعني يعني الترايكاسبيد فالفي مقفول كده كويس لأ بقى موارب بقى موارب فايه اللي يحصل بقى فديورينج السيستول والفينتريكل بيكون تركت الدم يبقى ليه سكتين سكة من الرايكاسبيد ريجيرش يقوم مزقوق فوق ومزقوق تحت menet 아무�omi وering ريجير كإن السيستوليك لكن مع السيستوليك بيقول لك مرة ساعة فينتريكي يقوم قافل كويسں يکوم الدم tycker Trying-Ventity والدم بقى يتزقق فوق ويتزقق تحت وروح الليفر فلو انا ايدي على الليفر هلاقي ايه بقى يا خبالكي بقى التريكاس بدرجيرش بلاقي فيه لو انا ايدي على الليفر هلاقي فيه سيستوليك هباتيك بلسيش سيستوليك هباتيك بلسيش ماشي مع مين كونسيد بقى الاسوان لو بالسماع يعني هو المفروض عشان اقلقط بقى الهباتيك بلسيش اتكسبق بقى في حترجاء دي عشان بس عالية شوية هتقول يا دكتور طبعنا دلوقتي انا بصص او حاطت ايدي على العيان اهو باي مانوال تكنيك على الليفر ولاقي فيه هباتيك بلسيش يبقى انا ايدي هنا ايدي الشمال دي قلنا تحت جنب العين اهو ايدي اللي من فوق وكابس الليفر من ايدي دلوقتي وحاس ان الليفر بلسيتي ازاي يعرف هو سيستوليك هباتيك بلسيش ولا مش مش سيستوليك بلسيش لو انا ايدي كده عيني على الابيكس على البلسيشان بتاع الابيكس لو البلصشة الفيزبول على العيان انا عيني على مين على طلعت الايبيكس احنا قولنا الايبيكس طلع مع الس progresses طلعة فانا ايه ده اه لو لقيت البلصشة بتاع الليفر مع طلعة الايبيكس يبقى ده سlife طب افرد الايبيكس مش باينة ما احنا قولنا الايبيكس ممكن تبقى متشافه او مش متشافه بتبقى بالبو لبس طب انا الوقت ايدي على الليفر احط ايه ما ما عندناش مشكه يبقى ده لازم بالسماعة بقى يبقى انا حطت السماعة فيه دانه هو او او خطت ايه الديفرام بتاع السماعة عنا مين على الايبكس بتاع الهارت واخت بالك وبتسمع هتلاقي اس 1 اس 2 ويه ده كده شوف بقى اللي هيجي مع اس 1 مين لو البلسيشان جاي مع اس 1 يبقى ده ايه نتيجة ترايكاس بتريجيرش يبقى الترايكاس بتريجيرش بيبقى سيستوليك هيماتيك بلسيشان كونسيد وزمين اس 1 اس 1 ده سيستوليك ما تحط صمعتك على القلب وانقولي كان ده في الاسكالتيشان اس وان اس تو اس وان ده سستوليك اس اتنين ايه دياستوريك فهنا كونسيد مع مين مع الاس وان وده زي ما قلنا نتيجي ده ترايكاسبد ريجيرج بينما ترايكاسبد استنوز بقى ركز بقى التي اس يعني ايه بقى يعني الترايكاسبد وهو فاتح الدنيا دياء ده معنى كلمة ترايكاسبد استنوز يعني هو مفتوح لا السكة دياء فاخد بالك بقى في الحيطة جدي وقلتلك قبل كده ان الدم بتاع الايتريام بينزل الفنتريك اللي قلنا بكم دريقة قلنا الدم اللي في الايتريام بينزل الفنتريك اللي بترايكتين 75% من الدم بينزل بالبرشر جريدينت و25% بينزل بالايتريال كونتراكشن فلو انا عندي الترايكاسبد دايق هل هينزل 75%؟ لا هينزل مثلا 50 نفطرد نزل 50 يتفضل 50 الخمسين دول يحتاجوا ايه؟ يحتاجوا سترونج ايتريال كونتراكشن يحتاجوا سترونج ايتريال كونتراكشن فصل بينا عن نبي كده اما الايتريام ده يقوم يعمل سترونج ايتريال كونتراكشن الضغط فيه يعلى فما الضغط فيه يعلى يسمع فوق ويسمع تحت ويسمع في الليفر فتلاقي البالسيشن بتاع الليفر جاي مع الايتريال كونتراكشن طب واي ايتريال كونتراكشن دايستولة دايستولة طبعا دايستول صح كده اخر مرحلة في الديستولة وانت اسمعت الكاردياكساكي الاخر المرحلة في الدياستولي ده الفرق بين الهيباتيك بلسيشا نتيجة التريقاس بدريجيرش ده سستولك نتيجة تريجيرش نتيجة وهتلاقيه زي ما قلنا مع الابيكال او هتلاقيه مع الاس وانا بينما تي اس ده نتيجة بلسيشان وماشي معه فيمن حاجة يبا احنا كده خلصنا اول اتنين سوبراستيرنال وابيكاستريك بلسيشان نخش علي بعد كده اللي هو البلسيشان فين بقى في الاورتك اريا والبالمونري اريا طب صلوا بينا عنادي. طبعا ازاي يجيبين اوورتك ايديا والبلمونر ايديا? ده الانجل اهو زي ما قلنا? اهو. حتة دي كده من يبرى مستر ناي. الجنكشن بتاع مع الجنكشن مع البادي او ده اسمه انجل اوفلاوس. الانجل اوفلاوس ده ساكن ريب. ده رايت ساكند. ده الرايت ساكند. وده مين? الليفت ساكند. هحط ايه دهار؟ صابع في الحتة دي. واخي البلاد. او ابص الاول ده. الحتة ده كده. ده الرايTole seraitappelle وده كده مين بالمونر ايديا. في الاول باي insибоكشن ازاي اوρι نحف الحدة القهد في القهد دي? ازاي تاخد صفر. ماعليسي يعني انا اشوف بف кадيك او ازاي تاخد صفر في المنطقة دي. الدكتورة او الدكتورية البنتانة بيجي قول لك ايه? شوف diminuteić او البرامونر ارية او الاورتك ارية او او لأ تمام? او اقسيا من الاورتك والبالمونر ارية او شوف لي او اعمل اقسيا من البرامونر البرامونر بتقوموا عاملين ايه اولاد كلكم? بتقوموا بصين بس كده لو بصيت كده و بصيت كده على الشيث بتاع اللي عاند غلط غلط لي ايه. احنا قلنا العالمة بتاعتنا اسمها انجيل اوفليوسي بلازم الامر قدام الدكتور يشوفك بتعمل كده صوب راستينا البلسيشن وزحلى يدي على السترنام وتوقف عند ايدك عند اولة يبقى لازم تبقى ايدي محطوطة كدة. محطوطة على ايدي. محطوطة على الانجل افليوس. وايديك بقى محطوطة على الانجل افليوس تقوم باصص على الراية ساكند والليفت ساكند. تشوف فيه بلسيشن في الراية ساكند ولا لأ وتشوف فيه بلسيشن في الليفت ساكند ولا لأ. يبقى ده بيقى في نفسه وايدي محطوطة على الانجل افليوس عشان ابقى عارف بقى يعني لو انا ايدي كده محطوطة على الانجل افليوس بحتة كده ولا يد بالمنظ ده يبقى الحتة دي راية ساكن صح والحتة دي واخي درس العينة وانا ايدي عالانجل افلوس بحطوط ايه? ده راية ساكن وده ليفت ساكن. يقع وبص عالاية ساكن جبارة وبص عالفت ساكن جبارة. حلو الكناب? طب بايبل بيش هنعمل ايه? بيتب بذى فينجر. برضو لازم 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 الدكتوري شوك بتجيب الانجل افلوس. بتجيب الانجل افلوس ساكن لت ونحط ايدك بالمنظر ده اشوف بالتب. كده. مرة تحطها في الانجل افلوس وحطو مرة فين? في الليفت ساكن. يبقى بيتب افزا فينجر راية ساكن ولفت ساكن. فيه ناس ممكن تقولك برضو حط بالالنر بوردر افزا هند. وبالك الحتة بيسمها الالنر بوردر افزا هند. مرة بسيه في الايد هنا ومرة بسيه في الايد هنا. يبقى مرة على الانجل افلوس. وصلت? ونعمل الكم ده على 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 بيشنت ان شاء الله وسجلها للفيديو بازن الله. يبقى انا بجيب الاول ساكنة الانجل افلوس. تمام? وهنا الجهة التانية نفس الكلام او بالارنر بوردر افزا هند. حلو الكلام ده الاورتك اريا وده وده التلمونري اريا. ايه بقى الاسبال? خد بالك. ايه الاسبال اللي ممكن تعمل في الاورتك اريا? اهو انت شاف هنا مين ده? وخبا هنا اللي ماشي ده ده الاورتها. بيلف كده. يبقى اللي يعمل بالسيشن في الحتة دي. خد بالك اللي يعمل بالسيشن قصدي في المنطقة ده ايه? يبقى مين اكيد السيستاميك هايبرتنشن? او اورتك انيوريزم. دول اهم باتنين. السيستاميك هايبرتنشن او اورتك انيوريزم. اللي يعمل بقى بالسيشن في البالمونري اريا في الحتة دي على طول على طول تقول لي بالمونري هايبرتنشن او بس الاهم على الاطلاق بالمو acresة ي cyclone. يبقى اللي يعمل بالصيشن في الحتة دي. ده السيستمك حجمة. اللي يعمل بالصيشن في الحتة دي هو البالمونأرى haber ي各طات الريق. الطبيعي مع geleائلات الاردي منحلة بهم مهما قوي هاتف ويهتمة قوي. مع بالبابل اس تو او دايستوليك شوك. احي. يبقى البالسيشن. اهو. اهم سبب انا معلم لك عليه هو. بالمونرا هيبرتنشن. ممكن اورتك انوريزم وبالمونرا انوريزم بس الاهم عندي البالمونرا هيبرتنشن. والحالة اللي اجي لك في الامتحال لو لقيت فالبالسيشن في البالمونرا هيبرتنشن. بالمونرا هيبرتنشن. تمام كده? لو لقيت بالسيشن في البالمونرا هيبرتنشن. واخبالك لتيجة بالمونرا هيبرتنشن ده بيقولوا عليها بالبابل اس تو او دايستوليك شوك. بيقولوا عليها ايه? او طبعا هما سموها ليه? لانما اصلا اقول لك كانتا في القسقلتيشة. يبقى هي هي لو لقيت بلسين في معناها 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 وده اهم سبب للبلسين في فيه من حاجة? ولكن ايه يا قلنا ايه? طب تعالى بعد كده. في بلسيشان بقى في وفي بلسيشان فين? في بلسيشان. طب حلم. العين موقف نفسه وبتبص على المنطقة دي. الستران بيقى واضح رهتبص على المنطقة بتاعت اا بوردر. والليفت سترنال بوردر تشوف في بلسيشان ولما فيش بلسيش. طب باي بلبيشان ازاي? بص بقى. ده الريطة. ايه ده كده. شوف ايدي بالمنزرة. شوف ايدي محطوط على الشست وصوابعك مرفوعة لفوق عشان تمنع. لان لو انا ايدي محطوطة كده طب انا ممكن في بلسيشان ايجي في صوابع هنا يسمع هنا. اقول ده في بلسيشان وما فيش. يبقى انا لازم تبقى ايدي عاملة ازاي? لو ده كده قدامك اهو? يبقى ايدي كده? جنب كده وصوابع مرفوعة لفوق. طب اهو نفس الكلام برضو. لو ده السترنم هو? اهو نفس الكلام وايدي مرفوعة لفوق. يبقى ده رايت براسترنل بلسيشان. ده ليفت ليفت براسترنل بلسيشان. طب ايه الاسباب? خد بالك بقى. ايه اللي يعمل آآ براسترنل وايه اللي يعمل كمان ليفت براسترنل بلسيشان. بص الرسمة دي برضو هتوضح لك كل حاجة. هو مش ده تمام? ده مين ده? ده صح? ده كل اللي قدامك ده كله ده. عمالي اللي فوق ده كده. فليه يعمل بص لو ده لو انا نجشيك على السترنم كده. في الحتة دي يبقى سببه مين? ده مين ده? يبقى سببه مين? ده مين ده? طب ايه اللي يعمل بقى الجهة التانية بقى شوف السترنم هو تحته. ده مين ده ده? اللي قدامك ده يبقى 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 اللي يعمل اولاد تاني هو مين الحتة دي? يبقى لكن اللي يعمل لكن اللي قدامك ده كله هتلاقي برضو موجود في بس انا محبش بصراحة قوليك الكلام ده. الكم ده يعني شوية قديم والاك لي دلوقتي. يعني ما كتوب عندك ايه? ان بيعمل صعب قوي. صعب قوي. يعني في الظروف اللي احنا فيها دي صعب قوي. صعب قوي ان ايه عين يسيب نفسه لدرجة ان الليفت اترام يكبر. خبالك احنا هنا الليفت اترام ما يكبر في الاول بيعمل بريشار مانفستيشن لو تفتيك بيعمل بقى انه هو المسطبس تولو استراجشار وفزهرت. فصعب اي واحد يسيب نفسه الليفت اترام يكبر ويعمل له بريشار مانفستيشن ومن قطر بقى ما كبر امزائق قدام يعني هو من قطر ما كبر امزائق لقدام لقدام برضو. يعني هو مفضو ما يكبر يضغط على الوراء. وصلت? بس لو كبر قوي زاد عن اللزوم ما هو بيكبر كتب عاية بيكبر في الحجم. فبيزوقوا وراء وعمل بوش للارجل اللي قدام بقى امزائق الريت اترام اللي قدام فاتا حسيته كتر. نفس القصة برضو اتلاقي في الليفت اترام ايه? وبرضو سيفير اترام الليفت اترام من قطر ما كبر امزائق الريت اترام اللي قدام فانت اه حسيت بلسيشن فيه. بس كان ده صعب. يعني انا بقولي الكلام ده صعب اي وفلان عايزك تحفظه دايما. الريت براستيشن الليفت براستينا البلسيشن يبقى ده اهم حاجة. يبقى احنا كده خلصنا الازر بلسيشن. فانا بقول تاني الازر بلسيشن دول كانوا ستة. ستة. سبرا ستنا البلسيشن. العيان قاعد يوقف نفسه وتبص على المنطقة دي. تمام? بعد كده تحط الثامب او تحط صبعينك وتشوف فيه بلسيشن ولا ما فيش بلسيشن. طب الاسباب بتاعت كانت كلها جاية منين? جاية من القرش. يا اما العيان قسير اصلا. خلاص? يا اما العيان قسير. تمام? او القرش بتاع الاورطة هي. ارشي في ده اورطة. يا اما بقى حاجات باثولوجيا. يا اما انيوريزم يا اما زي ما قلت لك. طب تحت بلسيشن ده اللي في المنطقة دي اجيبه ازاي لازم انزل تنجينشن. هو عم وقف نفسه وابص. انا هيدوبك اقول ولا اه طب سببه ايه? يا اما جاي من الدسين جاورطة. يا اما جاي نتيجة يا اما جاي من الليفر. وعرفنا نفرق بينهم باي بلبيشن. ان لو انا حاط ايه? كذا تحت ازفود لو انا حاسس جاي من هنا. يبقى ده سبب اه الاورطة. لو جاي من فوق من على الشمال. جاي من تحت. من حياة يبقى يبقى؟ طب بعد كده في راية براس تنن البالسيشن وفي آآ في الفت الاول براس تنن البالسيشن. وفي راية براس تنن البالسيشن. تمام? ده سبب رايت بينما الرايت براس تننا ده سببه إيه? الرايت اي تران اللارجلت. طب ازاي اشوف? الاول اللي موقف نفسه ابصه على المنطقة دي وبصه على المنطقة دي. طب زي PAX有 هنا كده ومرة الجاهة التانية كده المنزر ده ولازم اهم حاجة ايدك كلها وصبعك مرفوعة الفوق. طب بعد كده rip second with leaf second لازم لازم اجيب الاول تزحلق ايدك من فوق لتحت واول ارتفاع بتقابل بتحط ايدك عليه بالمنزر ده كده بالمنزر ده وتبتدي تبص على المنطقة دي وتبص على المنطقة دي وتشوفي بتجيب وتحط او سيفل ايد هنا وهنا وتشوف فيه فيه الاورطة ولا لا اللي بيعمل اللي بيعمل في المنطقة دي اللي هو سيستيمة طب اللي بيعمل بلسان هنا ده وقتلك لو وفيه بالمنزر تصد بالمنزرUSBALMVALMVALMVALMVALMVALMVALMVALMVALMVALMVALMVALMVALMVALMVALMVALMVALMVALMVALMVALMVALMVALMVALMVALMVALMVALMVALMVALMVALMVALMVALMVALMVALMVALMVALMVALMVALMVALMVALMVALMVALLONVALMVALMVALMVALMVALMVALMVALMVALMVALMVAL MILKES طب تعالنا ندخل بعد كده علي الض韧leme universal Using واتكلمنا على واتكلمنا على ندخل بعد كدا على البالبابل Ace One البالبابل Ace Two وفي بتبقى وبالبابل رب وبالبابل جانب الاول خلينا نقول ايه وده اا قلتها لك قبل كده وقدت لك ده ا补جر تبقى مثل ايبكس معk ده البلبب والاس وان مع الميتر لسنوز وانا بشرح اسكالتيش انا هتيني بقولك ايه ان الميتر لسنوز اصلا بيعمل يا ولاد اكسنتويتد اكسنتويتد اس وان بيعمل اكسنتويت اس وان الصوتة ما يبقى عالي ممكن احسه فلاقي فيه بلبب والاس وان مع الام اس طيب انا قلت هلك قبل كده قلت لك مع الام اس ازاي يعرف ان عيان عنده بلبب والاس وان ولا اه ايدك على الام اس زي ما قلت لك ايدك على الام اس خلاص خلاص انا ايدي حس الام اس او وقوم جايب ايدي الشمال حطتها على ايد اللي مين بالمنظر ده طيب يبقى انا ايدي اهي ايدي اللي مين على الام اس وحط ايدي الشمال على ايد اللي مين بالمنظر ده كده فهنا الداخل الربابول تعاني الربابول تعاني ما هذا؟ بعدها البيل مفيش في الطبيعي مفيش في ايه بقى في امتلاقي فيها ده زي ما قلت لك ده معناها اللي احنا بنسميها دايستوليك ايه شوك او حتنسيها تيجي جدا في الانتحان يقول لك دايستوليك شوك موجودة فين موجودة فين في بقى ده بشتحسها خالص ده في بص في في صوت بيتسمع سكراتشي ساون بقول لك عليه ان شاء الله اسمه صوت عامل زي حركة الشعر في الودان كده تمام فساعات لو عالي قوي وده ما بنشوفوش اصلا تحسه تحس ده ده بيسموه بالبابل ايه بالبابل راب مش هتلاقيه وفي حاجة اسمها بالبابل جلب في الهارت فيلر ودي وريتها لك على فكرة وفررتها لك في الايبكس لو تفتكر اللي هيك هتحاجة اسمها دابل ايبكس فاكرة انت دي دابل ايبكس وقلت لك دي موجودة في عين الهارت فيلر وانك تلاقي ان نتيجة تبص بعينك بتبص في عينك شوف انت بصيت لقيت فيه دابل ايبكس لقيت فيه بلصيشا جاي نتيجة الايه اس تلاتة يعني بصينا كان موجود ده نتيجة اس تلاتة خد بالك ان زي ما قلت لك قبل كده ان الدم هو نازل تمام من الابل بنزل خمسة وسبعين في المية بريشار جريديانت وخمسة وعشرين في المية اتراك كونتراكشن كان ده هقوله برضو في الاسقلتيش ان الخمسة وسبعين في المية دول اللي بيخلوك تسمع اس تلاتة لان انزول دم المفروض الطبيعي نزول دم من السعود بالبريشار جريديانت مايهزش الفنتر محاوك. لان الو القوي لام يهزش يوجد عيانة الكامبونياته في الالفنترقل قبيعي نزول القيام من 75 % ييهزه فانزول الدمى الخمسة وسبعين في المية يهزه هو يعمل بيخلق انه يعمل باييرشن تبع صوت الصوت ده اللي هو اس كان اس ثلاتة لو عالي قوي تشوفه فاكرة ما شوفت منك هذا هو اليو الدابل ايبكس ورته لك في الفيديو اللي فات وصلت وساعتي خليك بقى تحس يعني خليك تحس الايبيكس وحس خبطة في الدياستول ده بيسموها بالبابل جلب بلبابل جلب كنا هنا مع الاس فور على فكرة برضو يعني الاس فور دي ممكن مع الهايبر تجي اللي هو سترونج اي ترك كونتركشنهم عامات هنقولي الكلام ده ان شاء الله بالتفصيل في الاسكالتيشان بإذن الله وإمتى تسمع اس 3 وإمتى تسمع اس 4 والى أحدهم حاجة اخر حاجة اللي هي ودي اخت الكلام وهقول نفس الكلام اللي انا قلته قبل كده فيه عندنا في كيف يعني يا ولاد اصلا يعني يعني بتلك المرمر ده صوت نسموه على القلب نتيجة فيه نتيجة اللي الدم مشة في سكة دايقة ومشة في سكة غلط والمرمر لو كان صوته عالي صوته عالي ده ونشرحه الكلام ده اللي هو كان جريد كام جريد اربعة جريد خمسة جريد ست لو كان الصوت عالي احسه بقى لو كان الصوت عالي احسه ده بنسميه ايه بنسميه ثليل الاول ايديه بتتنقل ازاي هو الاول أو الحليل اللي بتحس بلايبتلك قبل كده بالحتة دي بالحتة دي الحتة دي بيسموها ايه بولوف זה هاند او الهيدقت الخيار برتكز بالمنظر ده كده برتكز على الشست بتاع العيان بالمنظر اللي انت شايفه ده كده خلاص طب حط أيدي فين بشوف زد شينت اوعي عطي انسى الحتة دي مهمة ستقوم بتحديد زي المطاري نتوقف عن franc هناك ستقوم بتعالي يوم المعاروية بيسموه البيز وفي ظهرت. الاول حط في الاورت. تمام? لو لقيت ده ممكن يبقى سببه الاورتكستنوس. الاورتكستنوس. هنقول برضو كان ده في القسكرتشان بقى. في الاورتكستوس ده انا بلاقي في ايه جيكشة سستوليك ملمر بسمع على راية كاروتيت. فممكن جدا ونحط ايه دي هنا? الاقي ايه? لو كان السستوليك فريل ده عالي قوي احسه. اه لو السستوليك ملمر عالي احسه. فالقي سستوليك عالاورتك استنوس. طب تاني حاجة عالبلمونري اريا. اللي احسه كونتينواس بيدي ايه بطا نضا ارتريوز ده غبالك. يبقى البيدي ايه ده فتحة من مين ومين انت فتكر? البيدي ايه فتحة من الاورتكا والبلمونري والبيدي tha لك قبل كده. وطول فترة السيستول الدم حتى وضا يستول الضغط في الاورطة عالة من البيلمونري فالدم ماشي من الاورطة البيلمونري فانا لقى ايه? مرمر كنتينواز مرمر ولا اسيستوليك سرين. طب بص يا سيدي. لو انا حط ايه دي هن? لو لقيت دايستوليك سريل ترايكاسبي ديستينوزي. سيستوليك سريل ترايكاسبي دريجيرش. طب ليفت براستنا السريل في الحتة ده اهي. ده في اسي دي. فنتريكلور ستة بالفكرة. طبعا اللي قلنا ده ده او عشان كده قلت لك ابتدي من فوق لتحت مش بتاحت الفوق. ينفعش ابتدي من هنا. ليه بقى? الاول ابتدي هنا عشان لو انا لقيت سيرل هنا خلاص ولقيته هنا يبقى بروباجيت كده. يبقى هو المفروض بروباجيتت من الاورطة ليه يعني يعني الاورطة يسمع هنا لا ما بتسمعش فوق. خد بالك بقى عشان كده انا ببتدي من فوق لتحت. عشان لو انا حطيت ايدي على الاول ولاقيت سيرل انا ممكن اقول مايتر ريجيرش هو مش مايتر ريجيرش ولا حاجة ده ممكن يبقى بتاع اورطة كستنوس. حلو الكرام? فعشان كده قلت لك يبتدي من فوق لتحت. يبقى اورطة. وصبت يبقى انا بمشي حرف ايه زد من فوق من عند الاورطة لتحت عند لان في البروباجيشن فروم ابورد مش من داورطة ابورد. فيه من حاجة? يبقى ده اه السيرل. طبعا اه معادي ما تسمع الاوسكالتيشن وتسمع المرمر هتبقى عارف ليه السستوليك اللي بيبقى مع الاي اس. وليه ده مسلا مع الاي اس كان ده كلها تعرفوا. اللي ده ليه علاقة بتاع المرمر بس ما تسمع ان شاء الله فيديو الاوسكالتيشن هتلاقي بالنسبة لك الموضوع ده بالنسبة لك سهل جدا ان شاء الله. وحنا كده خلصنا يا شباب. ان شاء الله الفيديو الجاية بابتدى اشرح الاوسكالتيشن بازن الله بالتوفيق.